مساء الخير متابعي جريدة أخبار الحرجة المغربية ممكن تقول لنا السلبي بصيري على التاريخ دي المدينة القناة القرى خصوصا فيما يتعلق بوثيقة المطالبة في الاستقلال 12 يناير 1944 والدور اللي ساهمت به مدينة القناة القرى وجهة الغرب مساهمة نقدرون مساهمة دي القنطرة في الحركة الوطنية نقدرون عمروا بها مجلدات 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 لأن كانت المنطقة كلها معبئة لمدة من 1920 وهي معبئة في الحركة الوطنية وتتصغب الرفوف ديالها وكانوا رجالات اللي جاءوا من مناطق خرين من قبائل خرى وتضامنوا وعملوا كان عندهم دور كبير في الانشاء ديال الحركة الوطنية والأحزاب اللي هي وطنية وفيما يتعلق في الظاهر المظاهرات ديال الظاهر البرباري المدينة القنطرة كانت حاضرة بكتافة بكتافة في تحرير المغرب وتحرير الاستقلال ديال المغرب وكانت العلاقة ديال هذه الرجالات بالقصر مباشرة وكانوا الناس اللي هما سرين كانوا ما بين القصر وما بين المدينة القنطرة تيمشيوا ويجيوا بحال محمد الفاسع بحال واحد العداد اللي كانت عندهم علاقة والروابيت كبيرة بمحمد الخامس وكانوا يتصلوا وكان سيد ديوري الله يرحموا اللي جاء في العشرينات القنطرة وهيقوا الهاياكل ديالها هيقوا مداري استعليمية هيقوا رجالات جاءوا رجالات وكانوا دارتوا احنا نخبة من المغرب جمعوها ديال الناس اللي جاءوا باش السوم درسها الوطنية اللي ولولا في الثلاثينات منهم بوشة جامعين منهم مولاي العربي العالوي الله يرحموا وهذا هي النتجة اللي كانت من بعد الاستقلال القنطرة كان عندها دور كبير مشيهر في الوطيقة ولكن كمقاومة ككل شيء القنطرة عندها دور كبير لزاف بغينا نعرفه فيما يخص الحركة الوطنية الحركة الوطنية بدينة القنية خيرة نعرفه أن الحركة الوطنية المستوى المغرب اخذت واحد الأشكال متنوعة في مقاومة المستعمال الفرنسي منها المقاومة على المستوى السياسي وكذلك على المستوى انتشار مجموعة من الجرائد ومن الصحف هو الحركة الوطنية كانت مهتتها قبل الصراع قبل ما تنشأ مقاومة وحركة انشاءات حركة وطنية كبيرة وهو الاقتصاد وهي التجارة وفعلا السوء والتجارة هما وبعد اليهود لمغاربة وقالوا بأنه ما يمكنش هذه الملاد تستمر وتعمل سياسي لما كانتش عندها قوة ضاربة اقتصادية وفعلا كانت هي من العواصم العواصم الكبيرة في التجارة وفي الاقتصاد وفي كل شيء هذا هو الحركة الوطنية بدأت في البنية التحتية ديال التجارة والبيع الشراء والاقتصاد والضامنات مع بعض اليهود وداروا شركات الحبوب شركات الفلاحة كان هذا هو الظهار هذه السياسة الأولى قالوا ما يمكننا شنعملوا في السياسة والاقتصاد الناس سعى في الزنقاء وبقوا بالتنمية ديالاقتصاد وهذا هو الفعل وش ممكن ندروا واحد لمقارنة بنات الحركة الوطنية في المغرب وظهور الحركة البرجوازية في أوروبا لأنها كانت حركة الجيئية لا شوف الله خليك أنا دائماً تنطرب من قضية هذه الأسم البرجوازية لأن هذه البرجوازية كانت برجوازية في العالم الأوروبي كانت عائلة مركبة تكون ضروري في عائلة باش تعطيها اللقب البرجوازية يكون عندها طبيب ويكون عندها فيتيريناير ويكونوا التجار وعندهم الفلوس هذا هو هذا هو الشرط ديال البرجوازية أما البرجوازية تعملها على الخوام في المغرب ما كانش هذك النوع كانت حركة وطنية وكانت تآمن بالاقتصاد وبالتجارة إلا بغت الحركة الوطنية تنمى هكذاك اللي وقعوا القنطرة كان نمودهش بهذا الشيء لأنه كانوا شركات وطنية بحل الأمال لا يمشيش بحال حكمة ضربات وشركات في لاحية شركات تجارية كبيرة أن هذا هو الضور إلا بغت دولة أو بغت منطقة الزهر هو الاقتصار ديالك هكذا الوقت كانت بعد الجرائد اللي كانت في قنطرة ممكن تذكرنا جرائد 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 اللي خاصة اللي خرجتها الحركة الوطنية مدينة القنطرة هي أول جريدة وطنيات نشأت في القنطرة والنشأت وصيب أحمد ديوري وكانت بسمية مراتو لأن مراتو عنده جنسية فرنسية اللي هي ملكوت ديبوار هي ملكوت ديبوار ودرت هذه الجريدة ولكن الجريدة ما خلوها نشط بزاف الفرنسيين قبعوها بزاف والعطيقالات وحتى هذا حضاش حضاش يناير كانت عنده كانت 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 هذه الجريدة الفرنسيين قبعوها بزاف شنو الاسم ديالها شكو اسم ديال الجريدة ما تذكرتش شعر الاسم ديال الجريدة اللي كانت هذا الجريدة اللي كانت الجريدة اللي كنت تتكلم عليها شنو الاسم ديالها شركة دياله جريدة جريدة شنو الاسم دياله شركة دياله لا هاد الجريدة شنو الاسم دياله كانت وقل اسمها المغريب ممكن مغريب كان جريدة ولكن ما تصدونا الفرنسيين بزاب وما خلوهاش تنشط يعني تتحرك را عندي عندي نسخة منها عندك نسخة منها اذا فيما يخص الدور المقاومين القونطيريين من اعداء الحركة الوطنية لا هو مرحلة هالشي مرحلة سياسية ووطنية وهو كانت بعض الاحداث اللي برزات بها بحد الحدث ديال اللي وقع ديال ديال اسموه ديال الشهيد ديال تونس فرحة عشاد كانت واحد نهضة كبيرة في المظاهرات لمساندة تونسا مساندة الاخوان تونسا ديالنا وكانت كانت الخلعان ديال محمد الخامس هو خطأ ارتاكبه الفرنسيين لأن الالتحام ولا اكتر خطأ الفرنسيين مفكروا قالوا غير نخلعوه راسا في المغرب غادي هذا اكبر خطأ ارتاكبه الفرنسيين في حياتهم هو هذا الخطأ الارتاكبه سهل لنا احنا الاستقلال الاستقلال مننا عشر سنين الله دام عامين التنفى الماليك انطفضت البغريب المقاومة الحركة الوطنية السيجون عمرين الاعتقالات كتار هذا سهل الاستقلال جانا في خمسة وخمسين خمسة وخمسين الفرنسيين اكبر اكبر هادية دانوا هنا هو الخلع عدم محمد الخامس ولكن الشعب انطافض مزيان واش فهمتيني؟ شنو هي اهم الاحداث اللي بقعت مطبوعة في الداكرة ديالك يعني اللي تزامنت مع التقديم الوحيد الاحداث دياله هو انطفاضة ديال الحي الشهداء ديال السبعة والثمانية وتسعوض غشت اه اربعة وخمسين انطفاضة حي الشهداء اه شنو ممكن تقوليني على انطفاضة حي الشهداء انطفاضة انا ما انا اللي كنتم ترى عندك كتاب غدي تقرأ نعطيك كتاب غدي تقرأ انطفاضة اه انا عطيك كتاب القرأ وشنو الاحداث انطفاضة راكي نعتي معك انا انا كرة انطفاضة السبعة والثمانية وتسعوض اه ممكن ممكن تقدر يعني بقعت في الدكرة ديالك ممكن تعود هو انطفاضة هي كنا كنا جزامعنا الشباب ديال المدينة القنطرة وكنت سألما من بينهم وقلنا اشنو يمكننا نعملوه في هذا في الخلع الدكرة ديال النفو ديال السلطان وقرنا قرنا هالقرارات كلها رفضك الكساب وهذا كشي قرنا واجتامعنا احنا واحد خالية خالية ديال ديال سنيك اللي كانوا فيها احنا ستا ولا سبعة ديال الناس وقرنا باش انهيئ انطفاضة وهيئنا وربي جاب تسير فيها وانا تعتقلت فيها تعتقلت فيها وتعتقد شي جود مرات ولا تلات بدك انطفاضة وانا اللي بديت بالانطفاضة كانت تعطاني الدور باش نطلع البومبا ونقرأ واحد القراءة واحد الكتابة كالنادر نها وقريت انا فوق في البومبا ولكن جاء الجيش 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 الفرنسي والبوليس وقمع الانطفاضة وكانوا الاعتقالات والغتيالات وصلت واحد العشرين شكرا